السلام عليكم يسعد لمساكن جميعاً على ما يبدو انه مايكروسوفت عجبتهم شغلة الاستحواذات وصارت لعبتهم الجديدة ولسه مبارح طالع خبر من شركة بلومبرغ عن نية الاخيرة لشراء تطبيق الدسكورد الشهير بالتواصل بين اللاعبين بصفقة تصل الى 10 مليار دولار اول ما الواحد يسمع خبر مثل هيك ممكن مباشرة يسأل ليش؟ ليش شركة مثل مايكروسوفت عندهم اكتر من منصة تواصل بدهم يستحوذوا على منصة تواصل اخرى؟ وبالضبط هذا هو السبب بوجهة نظري بشوف انه الهدف الرئيسي لمايكروسوفت من هالاستحواذ هو توسيع دائرة امتلاكهم لمنصات التواصل فمتل ما بتعرفوه اني عندهم سكايب اللي تعتبر من اشهر منصات التواصل الشخصية المايكروسوفت تيمز اللي ما عرفناها الا بسبب منصة مدرستي لكنها مشهورة كتير من قبل كمنصة اجتماعات افتراضية والان ديسكورد حتى يكون منصتهم الاساسية للمكالمات الصوتية والمرئية والكتابية بين اللاعبين وممكن حتى مستقبلا تصير هي المنصة الاساسية بكل شيء نعم لانه في نقطة جوهرية بتميز ديسكورد مش موجودة عند بقية منصات مايكروسوفت للتواصل واللي هي السلاسل الكبير اللي موجودة فيه والبحر من الخيارات الكتير اللي بتيحلك البرنامج انك تستخدمها وتعمل من خلالها اشياء كتير مع سهولة عظيمة بالاستخدام شخصيا ما شفت اسهل من الديسكورد كبرنامج تواصل هلأ في ناس اول ما سمعوا الخبر هذا قالك باس هلأ مايكروسوفت رح يستحوذوا على الديسكورد ورح يدمروا تدريجيا لحتى يتسكر بالنهاية متل ما عملوا مع ميكسر مثلا بس لحظة لحظة شوي فيه شغلي ضروريه لازم تعفوه يا جماعة مايكروسوفت شركي ما بتعرف تبني لكن بتعرف تاخد شغلي ناجحة جاهزي وتكمل بنجاحها فكلياتنا شفنا كيف استحواذهم على ماينكرافت حسن اللعب كتير وخلى الفانز ينبسطوا منا اكتر واكتر وبالمقابل شفنا كيف محاولتهم لبناء منصة ستريمينغ غير مشهورة لحتى ينافسوا فيه الكبير بهالمجال فشلت لانهم ببساطة ما بيعرفوا يبنوا لكن بما انو الديسكورد بالاساس منصة ناجحة وتعتبر النمبر ون بهالمجال فلا شك بانهم رح يستكمله بالنجاح هذا بل حتى ممكن تتطور المنصة اكتر واكتر مع مايكروسوفت خصوصا لما بتعرف انو الفريق اللي رح يستلم هاي المنصة اذا تم الاستحواذ هو فريق الاكس باكس واللي يعتبر من افضل الفرق الادارية عند مايكروسوفت حاليا طبعا اكيد الاستحواذ ما رح يصير بيوم وليلي يعني الموضوع مش به السهولي بل حتى في منافسين لعملية الاستحواذ هاي امازون وإيبك جيمز داخلين عالخط يا معلم وعم يحاولوا يكونوا ند لمايكروسوفت بما انو الاولى لسه هلأ مبلشين مسيرتهم بالجيمينج مع افتتاحهم لمنصة لونا وستيديو امازون جيمز مونتريال اللي لسه اعلنوا عنه قبل يومين تقريبا اللي قال وظيفته انو رح يعمل العاب تريبل اي واول مشروع لهم رح تكون لعبة اونلاين واضح اللعبة وين رح تروح صح؟ اما التاني فهي شركة قوية وعندهم العاب اونلاين كتير ولسه هلأ مستهودين على مطورين فول جايز وبيحتاجوا يوسعوا دائرة ممتلكاتهم للتذكير بالالفين وإداعش استحوذت مايكروسوفت على برنامج سكايب بصفقة تصل الى تماني ونص مليار دولار ولسه قبل ست شهور استحوذوا على بيثاسدا احد اكبر ناشرين الالعاب بالعالم بصفقة تصل الى سبعة ونص مليار دولار يعني العشرة مليار بالنسبة للجماعة ولا شيء من طرف الجيبي تبع ساتيا نادل اعرفش له وبما انه مصاريون كتير فاخيرا بلشوا يختبروا اللعب المجاني للالعاب المجانية على الاكس باكس بالاضافة الى البارتي واللوكينج فور جروبز بما انهم كانوا بيتطلبوا اشتراك الجولد سابقا حاليا اللي بيقدر يجرب هاي الخاصية هني الانسايدرز اللي انا كنت واحد منهم سابقا لكن قريبا جدا رح يقدروا كل ملاك الاكس باكس يستمتعوا بالالعاب الاونلاين المجانية والدردشي مع الاصدقاء بالبارتي بدون الحاجة للاشتراك وبالمناسبة الخبر هذا ايجا تزامنا مع خبر تغيير اسم شبكة الاكس باكس فبعد حوالة 18 سنة من اطلاق الشبكي تحت مسمى لايف قررت مايكروسوفت تغيير الاسم الى اكس باكس نتورك اللي على كلامهم انه ابسط واوضح للمستخدم يعني من كلمة اللايف لانه نتورك واضحة شبكي الجدير بالذكر هون انه اشتراك الاونلاين اسمه اكس باكس لايف جولد الان كلمة اللايف كله على بعضا ما انا موجوده وصار اسم الشبكي اكس باكس نتورك فاااااااا انتو اكيد لستكم متذكرين الكلام اللي حكيتوا بداية السنة صار؟ لا تقولي انسيتو وصلوا على النبي يعني لسا ما صلنا شهرين حاكين الموضوع طيب نحول شوي عن مايكروسوفت وناخد كم خبر هيكي على السريع عبل ما نختم الفيديو شو رايكم؟ في خبر مسرب بيقول أنه سوني رح تعلن قريباً عن إغلاق متجر البلايستيشن فيتا والبلايستيشن ثري والبي اس بي بالالفين وواحد وعشرين يعني لو أنت من ملاك أحد هالأجهزي ما عدت تقدر تشتري الألعاب من الستور و رح تكتفي بشراء النسخ الفيزيائي المتوفرة بالأسواق لو بدك تجيب شي لعب جديدي الخبر منطقة حقيقةً مع انطلاقة البلايستيشن فايف ورغبة الشركة بدفع كل اللاعبين إلى شراءه فببلش يعملوا حركة أنه يديقوا عليهم من هون ومن هون لحتى يروحوا يلجأوا لشراء الفايف بس على فكرة لا تستعجلوا بشراءه شوفوا الفيديو لو نزلتوا قبل هذا وبتعرفوا ليش ناخد خبر عن نينتندو هالمرة شو رأيكون؟ بيقولك أنه النسخة المطورة من السويتش أيًا كان رح يكون اسمها سوف يتم الإعلان عنها في هذا العام و رح تحتوي على شاشة OLED بحجم 7 إنش ودقة 720p كرت شاشي محسن وقادر على تشغيل الألعاب بدقة تصل إلى 4K إذا كنت حطه على وضع الدك بفضل تقنية DLSS اللي تعاونه فيها مع انفيديا لحتى يستخدموها بجهازهم واو صراحة تعاون ممتازة نينتندو زاكر التخزين أكبر مما يعني أنك رح تاخد راحتك أكتر بتخزين الألعاب ومعالج أقوى حتى يتحمل تشغيل الألعاب اللي صعب على السويتش إنه يشغلها بدون ما يصير فيه يدرب بفريمات وإنعدام بالفريمات أصلا ببعض الأحيان رح يكون سعر الجهاز 400 دولار على حسب التسريب و رح ينزل بهاي السنة هلأ بما أنه نينتندو عم يشتغلوا لحالهم بموضوع المحمول هذا وما له المنافس فعلي حاليا فبعتقد أنه أيا كان السويتش المطور رح ينجح وبمجرد ما يفكروا نينتندو أنه يدخلوا بالمنافسة مع الكونسلز التقيلة للبلاي ستيشن 5 والإكس باكس سيريز X فرح يفشلوا بس هني أوريدي بيعرفوا هالموضوع يعني هني بنفسهم بيعرفوا أنه هني ما له المجال بمنافسة الكونسلز نفسها فليش لا خلينا شغالين لحالنا بموضوعنا الخاص بالأمور اللي نحن بنفهم فيه أكتر وناجحين ما شاء الله الجماعة يعني منطلقين انطلاق رهيب نزول السويتش المطور بال2021 معناته أنه بداية الجيل عند نينتندو رح تكون يا أما بنهاية الثلاثة وعشرين أو بداية الأربعة وعشرين لو الله عطانا عمر لها داك الوقت وهذا الشيء المنطقة أصلا نظرا للي صار مع السويتش وانطلاقته ببداية الالفين وسبع عشر بعد ثلاث سنين من انطلاقة الأجهزة الجيل الجديد أعطونه أنت رأيكم بهذا الموضوع وكل المواضيع اللي ذكرتها قبل شوي قبل ما نختم فيه عندي خبر سريع وتعليق بسيط أما الخبر فهو بخصوص تأجيل لعبة غوثم نايتس إلى 2022 لعبة باتمان اللي ما فيا باتمان حكيت عنها بفيديو مستقلة وتحبوا تشوفوه شيء محزن حقيقة لأنه كانت من أكتر الألعاب اللي متحمس جربها بهاي السنة بس يلا ماانك أحسن من اللي تأجل واللي راح يتأجل وأما التعليق فهو الإطلاق الرسمي لبلاي ستيشن 5 بمصر نعم عزيز المتابع صدق أو لا تصدق بلاي ستيشن 5 انطلق بمصر رسمياً ومن وكلاء معتمدين من سوني يعني حبايبنا بمصر أخيراً رح يقدروا يشتروا الجهاز بسعر رسمي بعيداً عن جشع السماسرة صاح؟ لأ طبعاً رح يروحوا يقولوا يا محلى السمسار قدامك الجهاز رح ينبع بمصر بسعر 16 ألف جنيه يعني تقريباً ألف وعشرة دولار أمريكي واو يعني أنت متخيل معي أنه حق الجهاز عم ينبع رسمياً بين قوسين بأد حقه مرتين وعشرة دولار أنا مااني عايش بمصر لكن بعرف كتير أهل وأصدقاء عايشين هناك وبعرف متوسط الدخل المصري اللي من غير المنطقة أنك تسعر الجهاز بهالسعر مقارنةً فيه هذا السعر أصلاً غير مقبول حتى بالدول اللي دخله مرتفع مثل الإمارات ولا السعودية أنا شخصياً مستحيل يشتري الجهاز بـ 3810 ريال عن رغم أنه صانع محتوى وأكيد رح يطلع كتير من وراء محتوى واستفيد منه فما بالك بالشخص العادي وما بالك بالشخص اللي متوسط دخله أصلاً ما بيسمح له يشتري الجهاز بسعره الأساسة بدك يا يشتريه بـ 1010 دولار 1010 دولار يعني لو بـ 1000 معلش بس 10 دولار يا أخي بس يعني مثل ما قلت لكم بالفيديو الماضي تأجيل شراء الجيل الجديد للسنة الجاي خيار متاح وبشدة جدي يا جماعة روح وشوفوا الفيديو كتير كتير حلو وفيه يعني أشياء منطقية هيكة ليش فينك تأجل الشراء للسنة الجاي او روح وشتري أكس باكس يشبوا الأكس باكس يا أخي والله ما بيش كي من شي ليك محلة ومحلة الوقفي معلّم بتحسوا متل الشو بدي أقول لك يعني عرفتش لونو فييو Game Pass بتلعب فيو مدري كام لعب معلّم بتحس حالك رجعت لزمن الأركاد عرفت الجهاز اللي فيو 500 لعبه بري انستولد الفرق هوني انو الجودة عالي يعني ما رح تضل عم تتنقل من وحده للثاني لحتى ربك يفرجه وتطلع ملعبه حلوه لا يعني فيه علعاب كتير، بالمهم، شاركونا أنتو رأيكم أعزائي المتابعين والمتابعات بكل المواضيع المذكورة بهذا الفيديو، لأنه مثل ما بتعرفو رأيكم هو الأساس وهو الأهم حطولي لايك على الفيديو لو عجبكم، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لو كتير حابين تدعموني، شاركوا الفيديو بين أصدقائكم لو بتكونوا تصيروا الألتمت عبدالله ريفيوز فانز ما بعرف ليش قلت بها الطريقة الغليزة بس يلا كان معكم عبدالله أو عبدالريفيوز، قلت عبدالريفيوز وإن شاء الله في قادم الأيام سلام عليكم